كابتن محمد ميستر فير تكلم عن البداية السيئة للنادي الأهلي وأنه ما كانش في أفضل حالاته هل نجح الكابتن مختار في فرض أسلوبه المفاجئ الهجومي في البداية السيئة دي؟ بالفعل يعني هو فعلا استغل البداية غير موفقة بالنسبة لعيبة الأهلي وقدر أنه هو يعني يروح بانفراد في الأول قدر محمود متولي أنه ينقذ الهدف اللي كان ممكن يخش في مرمن الفريق وفي نفس الوقت كمان الاستحواز استحواز خده الانتاج الحربي في الأول وقدر أنه هو يعمل استحواز على النادي الأهلي الضغط في نقصة الملعب ما كانش بالصورة المطلوبة مستر فايلر طبعا حاجة كويسة أنه هو بيعترف بدخول المباراة ما كانش على المستوى المطلوب وفي نفس الوقت كمان عايز يقولي أنه حاجة إيجابية أنه تم إحراز هدف عمر السولية وتعادل أفضل من أنه أنت تخسر خدت نقطة أفضل منك لكن طبعا الهدف بتعنادي الأهلي أنك تكسب تلت نقاط الانتاج الحربي واضح أنه كان يعني عايز أقول متجهز بشكل نفسي أو بشكل كويس جدا النقطة كمان المهمة أن تشعر أن اللاعبين لأ يعني عندهم الحتة البدنية برضو إلى حد ما جيدة مقارنة طبعا براحة لمدة خمس تشهر مطشرة الإنتاج وإصابة لعيبته بالكورونا في فترة الأخيرة فكل الحاجات دي خلت شوية في شكل يعني تعاطف شوية إلى حد ما مع الانتاج الحربي لكن النادي الأهلي أنا شاهد في الشوط الثاني ضغط على مرمع الانتاج الحربي بشكل قوي قدر يحرز هدف بتاع السلية فيه كذا فرصة كانت ممكن سواء من قراط سابتة أو بعض الفرص ممكن كانت تستغل بطريقة أفضل من كده الحاجات باتسال لمسة الأخيرة كان ممكن يسر عنها أهداف يعني لكن هي مباراة أنا أعتقد أن الدروس المستفادة أو الحاجات اللي هيطلع بيها من المباراة دي أعتقد أن هي هتبقى حاجات كتيرة هتخلي أحسن أن أنت تجيلك مباراة كده بدري تطلع لك نقاط وأخطاء تقدر تكتشفها وتشوفها وتشتغل عليها وتعليجها أحسن ما تيجي متأخر يا بس فأنا شايف النهاردة فيه جوانب إيجابية وجوانب سلبية الحاجات السلبية أكيد هيشتغل عليها في فيلر فترة جاية وأكيد مع المباراة اللي جاية وفيه فترات إلى حد ما كويسة يقدر يشتغل عليها سواء حاجات فردية في وقفات في حاجات دفاعية خصوصا في حتة الضغط الجماعي مع قصة الملعب مع انضمام الجناحين جونيور أجيي وجرالدو الحتة دي مع نزول أفشة لازم يبقى فيه خماسي قصة الملعب وانت بتدافع ما يبقاش بس المسؤولية على أليو ديانجو وعمر السولية لازم يبقى فيه تعاون كمان مع السلاسي اللي هو تحت مروان محسن في حتة الضغط عشان تقدر تستحوز تاني وتجيب الكورة النهاردة كانت الانتاج في أوقات كتيرة جدا بيبني الهجمة بتاعته وبيوصل للتلت الأخير بتاع النادي الأهلي فدي برضو حتة مهمة جدا أعتقد أنه ما كانتش موجودة في أم بي أم بي كان بيتم عمل ضغط قوي جدا وكان الخماسي بوقت عاوسة الملعب بيقدروا أنهم يقطعوا الكورة بشكل سريع وعشان كده الأهلي ظهر أنه بيمتلك الكورة طريت لها بي أم بي كانت مختلفة عن النهاردة محمد في أفضل وقت يعني طريت لها بي أم بي كانت مختلفة عن النهاردة آه هو مختلفة بس أعتقد لو الأهلي يعني النهاردة الخماسي نزول جونيور أجيي جرالدو أفشا نزلوا مع ديانجو والسليا الضغط عموما حتى لو على أم بي أو بتصرف نظر عن طريق أي منهما لكن أنا بتكلم على حتة الضغط تنظيم والتنظيم في الضغط أعتقد أن كان الأهلي سيسترجع الكورة بسرعة النهاردة كانت بتقعد شوية الكورة في رجل الإنتاج الحربي بينقلوها في أوقات كتيرة براحلها كانش في ضغط عليهم بتدي ثقة بتدي ثقة للعيبة وخصوصاً كمان الهدف في الديئة 28 اللي أحراز رحمد عفيفي عادنا حوالي 49 ديئة وعبالما إحنا أحرازنا الهدف النتيجة برضو بتدي نحية نفسية ودافع للفريق غير لما تبقى أنت متفوج بهدف فهو مع النادي الأهلي معنوياً بيقع يعني بس كابتن هاني مستر فيلر تكلم فترة كبيرة جداً عن التحركات بدون كرة فترة الفاتر كان بيكلم عن التحركات بدون كرة